بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الأحد القادم جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطانية اليوم فيما يأتي نصه امتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتأكيدا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيق جلالة سلطان البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري لعام الفين وثلاثة وعشرين وبعون الله تعالى وتوفيق سيتم خلال زيارة جلالته إلى الجمهورية بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلب الغايات المنشودة في جميع المجالات أصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حفظ الله جلالته في سفره وعودته وأحاطه بعنايته ورعايته وأفى عليه بكريم آلائه ونعمائه وجعله عزا وذخرا لشعبه وأمته إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء